يا حبيب يا أمرك أمرك انت حاضر مش نسيلي أنا انك تبلي ممرك شوفت أبي سالمت وتسليمة اللي أنا فيها دي أنت غريب قوي حازم كل الإبوك يقولك أي حاجة كده لازم تسمعها على طول كلكم من فضيح اللي أنا بتفتحت رقيمتك تاني أنيفسي عرفم ديالعظم شحابي أنا فضيحت بقى الجلاجل قدامك مين اللي عمل كده رعوف؟ رعوف مين اللي عمل كده؟ أبوك قاللي وانا اسمعت كلامه على طول أعمل في اللي أنت عايزه الله سهلا الله سهلا مابلوك يا أولاد ألتوا مابلوك كنا برضو ما تخلويوش أجيب مطرف الفرح ده أنا كنت أجيبوك بحماية أو الأسانية ونزوموا إيه أساني والحماية؟ مع صام كريكة أهو هايدي المفاجأة الفضيعة دي هايدي شربت حاجة هي جاية شربة جازم كيف هي الصعبة يا حازم؟ كنت فاكرني مش عارف؟ ما أنتب تتجاوز هوا؟ أم الليل لما كنت بفتح لك موضوع تجاوز كنت بتعملي فيها بيت هايدي أنا دخل الجواز دي مصلحة ما تتكلم أرعوذ أنت مش فاهم حاجة جوازة دي كلها أولت تعالي برا ونفع الكل مش همشي من هنا اللي ما عاملك في دي هتفضح لنا ليه؟ هايدي هايدي أنت عارف أنت دخل الجوازة دي؟ وليه ليه ليه؟ ليه؟ علشان ناخد توكيل فيرونيكا ولو إحنا خذنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى إيه؟ إيه؟ هتبقى نجمت دعاية فيرونيكا عرفت إيه؟ يعني لو أنت فضحتين ولا حيبق في دعاية ولا حيبق في فيرونيكا ولا حيبق في فيروس من أسعزه يلا بقى يلا تحارف خذها شربها أي حاجة سبقا يلا نجمة نجمة دعونيكا أيوة أيوة خلاح حرق هبلك خلاح حرقك بكذا كيفين يا حازم؟ انت معروف يا بابا؟ يلا عشان تنبس عرصتك الشابقة يلا عارس ويد شكلها غالي روي 400 ألف جنيه خصار فيهم وقبتهم منينا بابا فظروفنا الحباب دي استصرفت؟ لا نازم نقلم مآمنا ولا عوز أبوها شوك فينا يلا يلا ما تفرد يواشك شوية العريس جاي أهلان أهلان قدالي عروسة دعالي عند العريس قدالي مبروك يا بطال إيه دا؟ دي بجامة بير كاردان بجامة بير كاردان؟ دي أخيرها بجامة بالتلحيد والنور اعقل بقى يا حازم دي خلاص بقت مراتك الله ما تقساش إحنا لسا ماخدناش القرد يعمل معروف شو حازم يعمل معروف عاوز أتبقى تبقى زوج مساري رعي حنين وتقوم معها بكل الواجبات الزوجية أولا مجببات الزوجية مع دي؟ موه؟ دي عشان أبوصها لازم أضرب لها حبقتينها بفاس البس البجامة واضرب دول وأنا صايد أوكشا من جمعات الدول تبافر اضربت دول النهاردة مكره هتنيل عمل إيه؟ ولا إيه همك؟ كلم رقوفي يابلك اتنين تانين وعلى حسابي ايه دا؟ ايه أمام الحاجات دي؟ دي أمسان نوم زي ما أنت شايفة مانعارفة نوم أمسان نوم بس من إمتى وأنا بلبس المسخرة وقلت الأدب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني ما أنت لازم من النهار ده تلبسي أم صاني النوم دي عشان جوزك أنا نفسي أعرف لو ما لبسيهمش دلوقتي هتلبسيهم إمتى؟ ومين قال إن أنا عايز ألبسهم أساساً؟ ماما فوقك من الجو ده ماليش فيه يعني إيه مالتيش فيها؟ سمعين ما قولك أنت هتلبسيهم اعتلبسيهم أنت سمعيني؟ وبعدين يا حبيبتي أبوك يتعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه وإنت سمعتي بقودانك الدكتور قال إيه؟ حاضي يا ماما ياريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي الأميس الأخضر علشان بقى تبقى ليلتكو خطرة مدالي يا عروسة ألف ألف مبروك مبروك يا عريس نخد بلك منها هنمشي بقى ولا أمين نقعد مع بعض لا لا لازم إحنا نمشي بقى ونشوفهم مع بعض هم متنساش بقى يا حزو مبروك يا عريس أهلا ما فكرت علشان بلك منها عروسة كامل ومتنساش طلع من منخي لك مرشان مرشان بك يا عريسة كامل مرشان بու مرشان بقى کاوض لها زوم مسأل معه ريقة حنية وتقوم معه كل واجبات الزوجية انت انت حتنام ببضلة البحر دي عندك منع لا ما عنديش طب انت عندك فكرة من احنا نارض في ليلة الدخلة وليلة الدخلة دي كي اننا في حالة حرب بالزبط يعني لازم يحصل اشتباك بعدين سلاح المظلات يدخل شو ببوزيك على شوات مدفعية يعني شوات لطوفة كده من الاخر يعني رومانسية شوف بقى يا نجم السنين جو الحب والرومانسية واللافلافة ده ما يتعملش معانا يا بابا ليه هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شبسي اسمع يلا انا مش هقولك تطلع تنام برا عشان انا كفاءة فلو فكرت تعمل اي حاجة كده ولا كده هكس عمك ولو عايز تنام جانبي تنام بأدمك من الاخر يا جدعان يا نهاري سود هو انا تجوزت وخطف الرضاعة يا ساتر يا رب واضح ان انت مكسوفة اه بصي بقى عارفة لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوف مكحة مقدامك خمرة ومخدرات تعرف يا لا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك يا نهاري سود هو انا تجوزت مرشد ولا ايه لا متجوز كابتن يا امور وانسى بقى ليلة الدخلة والكلام ده عشان عندي اساس هنعوز يخليك ما تقربليش ايه؟ هو ايه ده اللي خليني مقرب لكيش؟ يعني عزر قاهري اه عزر قاهري والحاجة والداتك عدها معلومة بالعزر القاهري ده؟ اه عارفة ده ايه الصدفة الغريبة دي؟ طب ما كنا اجيلنا سوية اديك شايف كل حاجة جات بسرعة وكفاية لوك لك بقى عشان عايز انام ايه ده؟ ما تنام؟ ما تنايل انام مش عايزة مخددت؟ حاسب يا الله وانا اعمل وكيل؟ يا ساتر انت اياما من عاية ولا ايه؟ بتقول حاجة؟ لا لا بقول ان انت يعني نفسك مفتوحة بألف هانا وشفة مش بلعب وبطمرن، لازم اتغزة بنا اخفعونك الحقيقة طبق متكامل فيه كل انواع البيتامنات ده ايه ده كمان؟ ده بيض ايه؟ وده لبن دي واكبر غزائية متكاملة فيها كل عناصر محتاجها الجسم ايه وانت مش بكفيك الثلاث تلاف عنصر اللي في طبقك دول؟ بعدين بالنسبة للكيك اللي انت البيتامنات دي ما تعمليش حسابي فيها علشان انا البيت بيعمل لي حساسية احنا على الفسين والجو تحفة اها شوية وهنوحنا تغدى بقى اها طبعاً ده احنا مبسوطين جداً ماشي يا ماما ماشي حاجتي باي بار انا مش فاهمة الناس اللي بتلبس ميهات كده عادي بيبسوها ازاي يعني دي سفلة وقلت قدم يا سيدي هما جاي معرض الكتاب يقول عادين على حمام سباحة عايزان من يلبسوا ايه؟ جلالين؟ طب لما انت فالح قوي كده ولبس ميه وما تضبق جسمك الاول فين التعبيس؟ فين المحبيس؟ لا 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 حاسبي انت بيغور الجو الشاعات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك انا العضل عندي بتنمو لجوه والعيمن بقى انا بقضي نص يومي بالجيم يا عم ده انت اخيك اتنين ضغط واتفايز هزق جداً يعني على فكرة يا غابي ما تستفزنيش علشان انت متعرفيش خدراتي طب على موم انا عايحة في جيم دلوقتي ما تجي معايا يا عم البقق كده عشان تويني خدراتك دي انا عايزك تجي باخرك معايا اتفضلي ماشي اتفضلي اشتركوا في القناة